للقاء الحزين، للمباراة الحزينة، للأداء اللي كان عليه محاط واهتمامات كده طيب خلينا نشوف أهم التعليقات اللي كانت موجودة نهارا سوكم اللقطات المباراة يعني معظم اللعيبة كانت out of game يمكن الوحيد اللي كان عليه ردود فعلي إيجابية أيوة هو شيكبال بس غير كده معظم اللعيبة كانت عليها تعليقات سلبيا وخاصة عشان نكون مواضحين يا خيري لعبة الأهل كم من نقد اللي لديك الأهل، إيش الناوي، محمد هاني، السلية، رمي ربيعة، أفشة، أحمد عبدالقادم ما فيش غير ياسر إبراهيم هو اللي كان بيلعب كورة صح ماسك نفس الشيء، ماشي طيب الفنان الجميل مبيل الحلفاوي قالك نتيجة عادلة ونقطة خطأ الأهل الفادح هو التراجع بعد تسجيل الهدف الأول وده غريب قوي أن الأهل فعلا الأول تربع ساعة تلت ساعة فيه أداء كويس أهلي تاني خالص في الشوت التاني وأهلي تالت خالص ببابين الشوتين المخرج العظيم عمر سلامة قالك قبل مطش كنت بدع الزمالك ما يخسرش شفتم ده ده حال كتير من الزمالك عبدالدين حسين كان نفس الرأي بعد المباراة متدايق أنه تعادل لأنه كان قريب صحيح كرة اللي جات في العرضة دي اللي عملت الإحساس ده لا هم في الشوت تاني كان مسكين الصراحة إبراهيم سعيد اللاعيب الكبير طبعا قالك هو الشناوي ماله وثلاث علامات تعجب من أسوأ المباراة في حياته ده صحيح تتفق أو تختلف خيري طبعا اتتفق جدا مش مش الشناوي صحيح لا الشناوي غلط كذا غلطة وخروجه غريب وما بيوجهش فيه كلام إن ده مباراة تسنى وفيه كلام إن هو بقاله أربع خمس ست مباراة هو بقاله شوية مش مظبوط تفتكر ليه نفسيا فكرة اللاعب الواحد والإطمئنان على مكانك ده فكرة سيئة جدا لازم يقلق خاصا عندنا حارس كويس اسمه مصطفى شوبير يجب ياخد فرصة ويجبش إنه يرتاح لأنه بازل جهة ده ولازم يحس إن مكانه ممكن يتشغل إذا اطمئننت إلى مكانك مش هتؤدي العمل بشكل جيد ميدو قال لك إيه وطبعا شيكبالا لعب كبير الفرق بين وبين أي لاعب في الفرقتين أميال رجل من شيكبالا 36 سنة وشيكبالا أول جون يحرزه في المطلق من 14 شهر أول جون شيكبالا يجيبه وآخر مرة كان في الأهل يا حلوة طيب أحمد الشيخ الزميل الإعلامي الرياضي قال لك مباراة تعبر عن الكرة المصرية أسرع واحد في الملعب وأفضل لاعب في الملعب هو الحكم الأجنابي طبعا طيب زكريا قال لك مزعل واحد قوي إننا مش هنشوف كرة بتتلعب في مصر إلا من فرق الدولي ولا من المنتخب لسنين قدام لأن جودة اللاعبة حاليا في مصر تحت الصفر حرفيا ومحتاجين يتعلموا مبادئ كرة القدم من جديد بمناسبة مبادئ كرة القدم دي يعني الناس كنت تتكلم على فكرة الاستلام وتسلق وفي لقطة كده بس مش ينفع نجيبها عشان الحوار رقميا حوالي 30 ثانية اللاعبة مش عارفة تسلم الكرة اتخطفت يعني الكرة واحد ما بين الاتنين 7-8 مرات في 30 ثانية اللاعبة بيضل بعض واللاعب ياخد الكرة ويجري بها وبص في الأرض ومش باهم بص على إيه عمير قالك ديربي السعودية وتونس والمغرب والجزائر وحتى ديربي الفلسطين وسوريا الحضور فيه بالسعة القصوى اللا لم يكن أكثر وزعلنين على الكرة المصرية وصلت له والله لن تقوم للكرة في مصر قائمة إلا بعودة جماهير الكرة الحقيقي لمكانها الطبيعي أنا يعني مش اختلف خالص معا لأن جزء كبير جدا من المعادلة إنه ما فيش جماهير والجماهير يعني هي روح الكرة بقى فيه أرقام مقارنة كنا عاملينها قبل المباراة لكن مش عارف هيبقى ليها منطق يعني كنا عايزين نحتافل بقى إنه فيه أداء حلو وشغل كويس لكن دي أكتر محافظات اهتماما أو بحسا على النادي الأهل قلو يقول بحسا لودي الجديد كنسبة وتناسب الدهالية ومتروح الشرقية أسوان اليوبيا اللقصر وإنة وبني سويف وكف الشيخ فيه صعيد كتير يعني دلتا مش قوي الزمالك رقم واحد أسوان رقم اتنين مرسا متروح رقم تلاتة سويس الودي الجديد رقم اربعة والجيزة خمسة وإنة والبحيرة والمنفية وسوهاج والدهالية الملاحظ إن فيه نسبة صعيد كتيرة بتتكلم على سوهاج واحد إنا اتنين الودي الجديد تلاتة وأسوان أربعة والجيزة يعتبر إيه نصها يتحسب على خط الصعيد بالنسبة للدول ايه أكتر الدول اللي عندها اهتمام وبحث عن نادي الأهل مصر السعودية والكويت والأردن والقطر طبعا مصر يعني منطقية طبعا يعني لكن مقارنة بنادي الزمالك يعني نقول إن الأهل أكتر دولة عربية فيها اهتمام السعودية سمى الكويت لكن الزمالك أكتر دولة عربية هي الكويت سمى فلسطين الزمالك عنده شعبية في منطقة الشام برضو بشكل جيد طيب آخر حاجتين معانا بالنسبة للأهل القيمة التسويقية للعيب الأهل والزمالك طبعا بعد المباراة أعتقد الأرقام دي لازم نعيد النظر فيها هي 31 يورو يعني حوالي بتاع نتكلم 400 وشوية مليون جنيه والقيمة التسويقية للعيبة الزمالك 21 يورو يعني الأهل تقريبا قيمة قيمة ساديو معني تقريبا للأسف يعني طيب آخر حاجة هي حسابات السوشال ميديا يمكن الأهل متفوقتها بنسبة كبيرة جدا ووضحة جدا نتكلم على الفيسبوك في الأهل 13 مليون وتسعة من عشر يعني تقريبا 14 مليون إنستجرام على الأهل قوي جدا 8 وستة من عشر وتويتر 9 مليون الزمالك قال من كده كتير ما فيش حاجة تقريبا في حسابات السوشال ميديا للزمالك لكن دي لا تعبر بالضرورة عن شعبية الناديين لكن بتعبر عن جودة يمكن فريق السوشال ميديا على الإنترنت أو خيري شايف أنها تعبر عن شعبية الجماهيرين أو شعبية الناديين على الإنترنت